هكذا تواضب يومياً الطفل ملاك من ولاية غلزان والبالغة من العمر 12 سنة والمصابة بيداء السكري على متابعة حالة إخوتها أيوب البالغ 10 سنوات وأنس البالغة 3 سنوات المصابين أيضاً بهذا الدائم منذ الصغر فغياب التأمين الاجتماعي لهم والوضع الصعب للعائلة صعب على الأبي أحمد حتى على توفير الأدوية والفحوصات الدورية لأبنائه صغيرة عام ونصف وعندي أخوتي صغيرة أمراض ندير لبرأة في الصباح وندير واحدة في الليل وأنا نعير أخوتي ثاني نعير لهم وندير لهم لبرأة أخوتي الثالثة 18 سنة أخوتي الثالثة 18 سنة الأقل يتعلقون بأنهم يراتحون واحدهم الخدمة يتم ومطيق فجمعية آمال لمرضى السكري بالولاية تحصي أزياد من ألفين مصاب بداء السكري أعمارهم أقل من 16 سنة من بينهم أطفال متمدرسون أثار غياب التأمين الاجتماعي حتى على مسارهم الدراسي ألفين مصاب السكري طفل أقل من 16 سنة ما عدا 400 طفل اللي ما زالت تزاوله الدراسة من الجهات المعنية وزارة الصحة ووزارة التضامن الوطني أنهم يجدوا حلول مناسبة للفئة الغير المؤمنة اجتماعيين خاصة الأطفال لرعن أرقام وأرقام مخيفة غير مؤمنة اجتماعيين أنهم يدرون لهم بطاقة التأمين ويدلوا الأنسيين لنتحهم بالمجان حتى لا يكونون عرضة لمضاعفات داء السكري فمن الضرورية للجهات الوصية توفير كل الظروف لضمان رعاية خاصة لمرضى السكري خاصة فئة الأطفال الذين هم في تزايد مخيف